ترددت السلطات الروسية طويلاً بعد نبأ سقوط طائرة مدنية تقل سياحاً من شرم الشيخ إلى روسيا في تأكيد التلميحات التي كانت تصدر من أكثر من جهة استخباراتية غربية تفيد أنها أسقطت بعمل إرهابي لكنها أي موسكو ما إن تأكدت من سقوط الطائرة بقنبلة حتى كشرت عن أنيابها الصاروخية وبدأت تكثف رميها على مقرات داعش بعدما أمضت أسابيع تمطل بقاذفاتها قوات المعارضة السورية الموصوفة بالاعتدال فهل يغير هذا الموقف شيئاً على أرض المواجهة ضد داعش وخاصة في سوريا وبالتالي يساهم بشكل أو بآخر في تسريع التوصل إلى حل سياسي في ذلك البلد المنكوب لم ننسى ولن ننسى مقتل مواطنين في سيناء هو العمل الإرهابي الأكثر دموية الذي يتعرض له مواطنونه ولن نكتفي بمسح دموعنا هذا لا يمنعنا من إلقاء القبض على منفذ العملية سنبحث عنهم في كل مكان لنعاقبهم العملية في سوريا لن تستمر فقط بل ستزداد قوة لكي يفهم المجرمون أنه لا مجال للإفلات من العقاب الرد على ما حدث فوق سماء سيناء سينهمر من سماء سوريا هذه خلاصة تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وهو يؤكد أن السبب سقوط الطائرة الروسية A321 فوق الأراضي المصرية انفجار قنبلة علامة نهاء مدير هيئة الأمن الفيدرالية الروسية الذي أطلع بوتين على تفاصيل التحقيق في الكريملين قال إن فحص الحقائب الخاصة بالركاب وأجزاء الطائرة سمح بالعثور على أثار مواد متفجر أجنبية الصنعة الوحيد الروسي تجاوز الحديث إلى إصرار نقله بوتين إلى مركز قيادة العمليات الروسية ليظهر للعالم والأهم لمن كان وراء إسقاط الطائرة أن موسكو جاد في تهديداتها تصريحات بوتين قد تثلج صدور الروس الذين ينتظرون بعد هذا الإعلان دقاما للعمل الإرهابي الذي أفقدهم أكثر من 220 من أبنائهم لكنها تضع القاهرة في فوهة المدفع فوجود قنبلة على مدن الطائرة التي أقلعت من مطار شرم الشيك حسب خلاصة التحقيقة الروسية يحمل الأجهزة الأمنية المصرية مسؤولية الحادث لكن القاهرة سارعت إلى الرد على إعلان بوتين بالقول إن التحقيقات لا تزال مستمرة وبأنه لا وجود لأي دليل حتى هذه اللحظة على عمل جنائي لكن لجنة التحقيق المصرية ستأخذ خلاصة التحقيق الروسي بعين الاعتبار في عملها السلطات المصرية المعنية أنها سوف تأخذ بعين الاعتبار تلك التحقيقات التي توصل إليها الجانب الروسي فورا ورودها بتضمينها في عملية التحقيق الشاملة التي تقوم بها لجنة التحقيق المشكلة من جميع الأطراف الدولية المعنية بالحادث موسكو وضعت إذن الكرة في ملعب القاهرة بعد أن أنهت تحقيقاتها ولم تنتظر الرد بل انتقلت إلى ملعب آخر حيث المباراة الأهم معنا من موسكو الكاتبة والمحللة السياسية الدكتورة ثورية الفرة أهلا بك دكتورة الفرة بداية هنا فعلا أهلا بك هل هذا الإعلان سيغير من نظرة موسكو لمن تستهدفهم على الأراضي السورية كما استمعنا في التقرير انتقدت كثيرا لاستهدافها المعارضة الآن ربما تركز على داعش أكثر؟ نعم طبعا ولكن بداية دعني أؤكد بأن ليست هناك معلومات موثقة بأن روسيا كانت تستهدف المعارضة أو معاقل المعارضة نحن نعلم بأن روسيا كانت تستهدف بشكل عام داخل المحاربة الإرهاب وكل وأي جهة تنضم تحقيق وهناك خلاف بين روسيا والغرب على من هو الإرهابي ومن هو المعارضة المسلحة صحيح 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 ولكن روسيا حددت من هو الإرهاب عندما قال تنظيم داعش وأي تنظيم ينطوي تحت هذا التنظيم أو يعلن ولائه لهذا التنظيم صحيح هناك الخلافات ما بين واشنطو وموسكو حول التسميات ولكن بعد فيينا تم الاتفاق من هو الإرهابي ومن هو الغير إرهابي بعد اجتماع فيينا المهم الآن طبعا بعد التحقيقات والتحليل الذي وصلت له اللجنة الروسية الخاصة بتقصي حقائق تحطم الطائرة ثبت فعلا بأنها حدثت تحطمت الطائرة نتيجة وجود قنبلة يدوية تزن بحدود الواحد كيلو جرام بالتأكيد بعد هذا نحن رأينا اليوم بأن بعد تصريحات رئيس الأمن الهيئة الأمن الفيدرالية عقد الرئيس الروسي بلادمير بوتين اجتماعا طارئا في الكلم نجتمع بوزير دفاعه كما اجتمع برئيس الاستخبارات الروسية وشدد يومها في هذا اليوم على ضرورة تكثيف العمليات العسكرية هذا يعني بأن بالتأكيد روسيا ستقوم بمضاعفة العمليات أكثر يعني إن كانت في اليوم هي تقوم بتنفيذ ستين طلعة الآن سيكون تكثيف طلعات أكبر وأكثر في سوريا سقط درايك دخل إلى غرفة العمليات العسكرية وأشرف اليوم بوتين بنفسه قام بمتابعة العمليات العسكرية الروسية التي تجري في سوريا إذن هناك حزم من جانب الإدارة أو من جانب القيادة الروسية فعلا على مكافحة ما يسمى الإرهاب يعني حقيقة ما حدث بالنسبة لمسألة الطائرة تعتبر صفعة بالنسبة للجانب الروسي ليس من السهل أن تفقد روسيا في يوم واحد وبهذه الطريقة ما يقارب أكثر من 220 شخص من مواطنيها أن ينتقب منها في أراضي أخرى ولهذا كان الرد الروسي عنيف وقوي حتى نعلم بأن الروس بوتين خصص 50 مليون دولار لمن يدلي بمعلومات ليس فقط لمن قام بالعملية فقط لمن هم مطورت أو لمن ساعد على القيام بهذه العملية أنا سألتك هل فقط في سوريا أم في سوريا والعراق لأنه أيضا هناك داعش يعني كما تعلمين يعني ممتدة بين الدولتين وبالتالي إذا كانت هذه الخطوة الجديدة الروسية أكثر شدة وشهدنا اليوم استعراض قوي يعني الرئيس فلاديمير بوتين على الشاشات وهو يتابع يعني يحقق تقريبا مع القيادات على الأرض برأيك هل سينسق أكثر مع التحالف الغربي لأنه يعني سيضطر إلى ذلك ربما هو من البداية يريد التحالف الغربي بوتين من البداية على العكس هو دائما كان دائما يدعو إلى إنشاء جبهة دولية هو ليس فقط اليوم منذ زمن وبوتين يدعو إلى إنشاء جبهة دولية تستطيع أن تواجه داعش وهو في اليوم اتصاله الذي جرى ما بينه وبين الرئيس الفرنسي أولاند يؤكد على أنه على العكس يريد أن يقف الغرب إلى جانب روسيا في محارب الإرهاب بالنسبة إلى مسألة العراق أنا قلت من البداية بأن روسيا مستعدة للتدخل في العراق في حال طلبت بغداد يعني روسيا لن تتوقف ولكن القيادة الروسية قالت في حال تقدمت بغداد بطلب من موسكو للتدخل العسكري أو لمساعدة بغداد في محارب الداعش لن تتوانى موسكو عن التوقف نحن نعلم بأن الحكومة السورية هي من تقدمت بطلب للتدخل الروسي في سوريا وبذات الوقت روسيا أعلنت إن طلبت بغداد روسيا جاهزة للتعاون ونحن نعلم بأن أنشئت غرفة عمليات عسكرية قبل العمليات العسكرية روسيا في سوريا تجمع ما بين دمشق وطهران وبغداد وموسكو إذن في الأساس هناك تعاون وإن احتاج الأمر أن تتدخل عسكريا جويا فقط وليس بريا لأن اليوم تصريحات الناطق باسم اسمحي لي هنا لنضيق الوقت أخيرا باختصار هنا لماذا القيادة الروسية لم تنتظر المؤتمر الصحفي للحكومة المصرية اليوم وأصدرت البيان من طرفها كان هنا علامة استفهام باختصار لماذا هذه الخطوة الروسية برأيك أستاذ يوسف لنكون صريحين منذ اللحظة الأولى التي أعلن فيها نبأ تحطم الطائرة وردت أنباء مباشرة من القيادة الأمريكية ومن القيادة البريطانية بأنها العمل إرهابي ومع هذا روسيا تأنت ورفضت أي تعليق حتى رفضت أي تعليق يخرج من أي معلق أو حتى من أي محلل سياسي من داخل روسيا أن يخرج على الشاشات التلفزة ويقول ما السبب إذن هي على العكس هي انتظرت حتى آخر لحظة عندما توصلت إلى النتائج الحقيقية أعلنت بأن العمل إرهابي على العكس موسكو أدانت أو رفضت التصريح الأمريكي رفضت التصريح البريطاني بأن العمل إرهابي وقالت من المسبق لأوانه أن نعلم بأن العمل إرهابي ولكن متى أعلنت؟ هي أعلنت عندما حقيقة تأكدت عندما التحليلات ليس فقط تحقيقات التحليلات أثبتت بأن هناك فعلا مواد متفجرة استطاعت محللون توصل إليها من خلال ملابس متبقى من ملابس الركاب ومن بعض الحقائب التي كانت موجودة لدى الركاب وبالتأكد هذا ليس عصي على المخابرات الروسية بأن تصل إلى هذه التحليلات شكرا جزيلا لك الدكتورة ثورية الفرة كانت معنا من موسكو وهي الكاتبة والمحللة السياسية اشتركوا في القناة